بسم الله و صلى الله على أسعد خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني مع الفقر الفقهية أسأله جل وعلا أن يفقهنا و إياكم في دينه و أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين كنا بنتكلم عن الزكاة و عن حكمة مشروعية الزكاة النهاردة هتكلم مع حضرتكم عن شروط وجوب الزكاة على من تجي بالزكاة شروط وجوب الزكاة الإسلام و البلوغ و العقل و الملك التام للمال و بلوغ النصاب و حولان الحول أقول تاني شرائط وجوب الزكاة ستة أشياء الإسلام و البلوغ و العقل و بلوغ النصاب بلوغ المال النصاب و الملك التام للمال و حولان الحول عليه يعني إيه الكلام ده الزكاة لا تجب على غير المسلم غير المسلمين ما عليهم شي زكاة لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة و إتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت لمن استطاع عليه سبيل خمسة أشياء و ربنا يقول لنا في القرآن و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة طيب بعد كده البلوغ و العقل البلوغ و العقل هنا سؤال مهم يطرح نفسه المجنون اللي عنده مال واحد مجنون عنده مال و فيه ولي عليه مسؤول عن المال بتاعه الصبي اللي عنده مال و فيه ولي مسؤول عن المال بتاع الصبي الطفل الصغير الذي لم يبلغ هل نخرج زكاة المال في مال الصبي و مال المجنون أم تسقط عنهما الزكاة العلماء اتفقوا جمهور الفقهاء أن ولي الصبي و ولي المجنون يخرج عليهما أو يخرج عنهما زكاة المال ليه؟ لأن الزكاة واجبة في المال طالما بلغ النصاب و طالما حال عليه الحول الشفعية و الملكية و الحنبلة قالوا يخرج الولي زكاة المال عن الصبي و المجنون الأحناف قالوا لا لأن الصبي لم يجرع عليه القلم و المجنون لا يجرع عليه القلم ولا يخرج زكاة مالهما فاحنا بناخد برأي الجمهور الشفعية و الحنبلة و الملكية و نقول بأن ولي الصبي و ولي المجنون يخرج عنهما زكاة مالهما لأنه هو المسؤول عن إدارة إيه؟ عن إدارة هذا المال طيب يبقى من شرائط وجوب الزكاة الإسلام البلوغ العقل ثلاثة حولان الحول على المال معايا مئة ألف جنيه بلغوا النصاب و في إيدي أو ملكي في بيتي أو في البنك فطالما أن الحول حال عليهم على المال الحول يعني إيه عن السنة عدت على المال سنة هجرية و هو معايا و جبت فيه الزكاة و أن يبلغ النصاب النصاب اللي هو إيه؟ 85 جرام من الذهب يعني تقريبا بيتراوح من 85 ألف جنيه ل 90 ألف جنيه إذا معايا فلوس تزيد عن هذا المبلغ و أجب علي الزكاة طيب يا عم الشيخ عرفنا أن شرائط وجوب الزكاة ستة إسلام و بلوغ و عقل و بلوغ النصاب و حولان الحلو الملك التام تبقى الفلوس معايا لو نلي ديون عند حد مد الواحد مبلغ على سبيل الدين ما هو القرد خد بالك له ثواب أيضا عند الله اديت لواحد مئة ألف جنيه سلف قرد و حال الحول و المبلغ اللي معايا معايا كمان مئة ألف و ليه مئة ألف برة أطلع الزكاة على اللي معايا ولا اللي برة للعلماء رأيين في هذا الأمر قالك لو الدين ده تضمن أنه هو هيرجع لك و هو دين مضمون أن يسد ففي هذه الحالة تخرج عن المئة ألف الحالة التانية قالوا الفقهاء لو الدين ده مش متأكد هيرجع ولا لا وقت ما يرجع الدين تزكي عنه وقت ما يرجع لك الدين تزكي عنه تطلع عليه الزكاة وقت ما تمسكه في ايه في ايديك و اضيفه على بقية المال و لما يجي الحول بعد كده و يحول الحول تخرج الزكاة على جميع مالك طيب سؤال تاني مهم أيضا في هذه المسألة لو واحد ورث عن أبيه مالا الورثة كل واحد ورث مليون جنيه و الراجل مات و سيب خمسة مليون لكن آخر ثلاث سنوات كان لا يخرج زكاة ماله نعمل ايه لا بد قبل تقسيم التركة أن نوزع المال أو أن نخرج مال الزكاة من التركة لأن ربنا نقول في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين ساب خمسة مليون نشوف الخمسة مليون عليهم زكاة قد إيه عليهم مية خمسة وعشرين ألف جنيه لأن المليون عليه خمسة وعشرين ألف اثنين ونصف في المية طيب ما زكاش تلت سنوات أشوف مية خمسة وعشرين في تلت سنوات أو ما طلع زكاة المال على التلت سنوات واللي تبقى يقسم على الورثة طيب الميت مات ولم يؤدي فريضة الحج ما راحش يحج نخرج من ماله مقدارا لشخص يحج عنه لأن الحج دين في رقبته وركن من أركان الإسلام